اشتركوا في القناة وقال النبي قبل أن ينزل عليه جبرائيل بالوحي فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما خرج من رحم أمه قالوا أنه قرأ عشر آيات من القرآن وكان عمره لا يتجاوى ثلاثة أيام فقط وقبل أن ينزل على النبي بعشر سنوات وهذا يعني أنه لو لم يكن النبي موجودا فعلي موجود ليبلغ القرآن لأنه يعلم القرآن ويقرأ القرآن قبل نزولها على النبي نقطة أخرى وهي أن القرآن نزل على النبي بواسطة جبريل عليه السلام والشيعة يسمونه جبرائيل وهو الذي علم النبي القرآن لكن الشيعة لا يرضون أن النبي يعلمه أحد ولو كان ملكا مرسلا من الله تعالى ولهذا قالوا أن النبي كان يعلم القرآن ويقرأ القرآن قبل نزوله على كل نستمع لهذه المقاطع وبعدها نعود رسول الله صلى الله عليه وآله هو الواسطة بين الله عز وجل والملائكة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يتلقى إرادة الله مباشرة فإذن لماذا كان جبرائيل ينزل عليه ويعلمه الوحي الجواب واضح ما كان يعلمه الوحي رسول الله يعلم الوحي القرآن يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به أنت تعرف يا رسول الله ولكن انتظر ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تعجل بالقرآن أنت تعرف القرآن أنتم تعلمون أنتم مؤمنون ولله الحمد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عمره على أكثر التقدير ثلاثة أيام قل على له أقل قرأ القرآن قبل نزول جبرائيل على رسول الله بعشر سنوات الله يعلم القرآن هو عندنا في الروايات أنه كان يقرأ القرآن قبل نزوله كذلك النبي كان يعلم بالقرآن قبل نزوله يقول إذن ما فائدة جبرائيل لماذا جبرائيل؟ عزيزي جبرائيل عندما يأتي حتى يوضح يعني عندما تكون المناسبة المناسبة يعني في هذه الحادثة حدثت حادثة جبرائيل يأتي بالآية حتى يبين لهم والنبي يشرحها لا أن النبي يأتي بالقرآن لهم أو يقرأ لهم القرآن قبل نزوله في كل حادثة يأتي جبرائيل حتى ينزل بتلك الآية والنبي يوضحها ومن الغريب العجيب أنه ماذا قال؟ سأعود إلى الشروط قال القرآن هذا صحيح حتى لو كان النبي غير موجود يا سلام هذه خرافة القرن العشرين كيف؟ يعني القرآن هذا نزل من نفسه ما نزل على النبي إذن اخترع لنا الضيف الشيعي أن هذا القرآن الكريم سيكون صحيح حتى لو كان النبي غير موجود من الذي أتى به؟ على من نزل؟ نزل به الروح الأمن على قلبك إذن إلا إذا قال على أن هذا القرآن الكريم نزل على علي مثل ما أقر في الحلقات الماضية أن علي كان يعرف القرآن إذن معنه حتى لو كان النبي غير موجود فالقرآن هذا سيأتي به علي إذن هذا من خرافات القرن العشرين أن الشيعة يؤمنون حتى لو كان النبي غير موجود فالقرآن صحيح وسيأتي به علي وسيأتي به أهل البيت وهم أنبياء لكن بحذف عنوار النبوة إذن استمعنا لهؤلاء الغولات استمعنا لهؤلاء المنكوسة عقولهم المعكوسة أفهامهم وهم يقولون أن النبي وعلي كان يعلمان القرآن ويقرآن القرآن قبل نزوله عن النبي لنذهب لكتب التفسير عندهم وسنقتصر على تفسيرين واحد لأصولي وهو شيخهم الطوسي والآخر لعبد الله شبر وهو أخباري أو هو نصف أخباري ونصف أصولي ونبدأ بتفسيري شبر هذا أمامنا تفسير القرآن الكريم لعبد الله شبر وعبد الله شبر هذا هو أخباري لأنه في تفسيره للقرآن يعتمد على الروايات روايات أهل البيت ولا ينظر لساندها لكن في الأحكام هو أصولي من تلاميذ جعفر كاشف الغطاء في طريقته الأصولية يقول في صفحة 562 في تفسير الآية 52 من سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لنرى الآن ما قاله عبد الله شبر في تفسير هذه الآية قال وكذلك أي كما أوحينا إلى سائر الرسل أوحينا إليك روحا هو القرآن يحيي به القلوب أو جبرائيل أو خلق أعظم منه بالوحي من أمرنا ما كنت تدري من أمرنا ما كنت تدري وهنا موضع الشاهد من أمرنا ما كنت تدري يقول عبد الله شبر قبل الوحي ما تدري قبل الوحي من أمرنا ما كنت تدري قال قبل الوحي أي قبل الوحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يدري ما الكتاب وما يدري ما الإيمان ونحن استمعنا لنمادج من الشيعة وهم يقولون أن النبي وعلي كان يعلمان القرآن ويقرآن القرآن قبل نزوله على النبي أي قبل الوحي وعبد الله شبر يقول أن النبي قبل الوحي لا يدريه لا يدري ما الكتاب ولا يدري ما الإيمان على كل نكمل من أمرنا ما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه أي الكتاب أو الإيمان نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يقول عبد الله شبر تدعو إلى دين الإسلام صراط المستقيم دين الإسلام والشيعة يقولون الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب مولاي عدنا آيات تشير إلى أمير المؤمنين مثلا أنا أقرأ لك آيتين ثلاث كافي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وياي 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 بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم علي أمير المؤمنين الصراط المستقيم نعمة الله لين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت نصب رسول الله علي بن أبي طالب نزلت الآية نصب الولاية والإمامة اليوم أكملت لكم أنت تحجيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم عفية نعمتي يعني شو نعم الإسلام فموجود نعمة الولاية اتمام الإسلام بنعمة الولاية الولاية والإمامة نعمة منين الله قاعد يقول يقول وأتممت عليكم نعمتي نعمتي يعني الولاية نعمة من الله إذن شو يصير الصراط المستقيم أنعمت نعمة من الله النعمة ياهي ولاية أمير المؤمنين الصراط المستقيم يساوي نعمة الله نعمة الله تساوي علي بن أبي طالب وولاية علي بن أبي طالب إذن شو يصير الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب فكما لاحظنا يا أحبة هكذا يتلاعبون بكلام الله على المنابر نعود لموضوعنا وندهب للتبيان في تفسير القرآن لشيخ طائفة الطوصي المجلد التاسع دار إحياء التراث العربي في صفحة 178 يقول وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني ما كنت قبل البعث تدري ما الكتاب ولا ما الإيمان قبل البلوغ إذن قبل بلوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعرف الكتاب ولا الإيمان أي حتى الإيمان لم يكن مؤمنا طيب هل هو بلوغ جسدي أم بلوغ فكري الذي يحصل في الأربعين أم ماذا لا ندري ماذا يقصده الطوصي بهذا الكلام على كل نكمل ولكن جعلناه ولكن جعلناه يعني الروح الذي هو القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يعني من المكلفين لأن من ليس بعاقل وإن كان عبد الله فلا يمكن هدايته لأنه غير مكلف هنا يا أحبة أريد أن أفتح قوس لأقول أنني كنت عرضت على القناة حلقة وضحت فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الشيعة في كتبهم في رزية الخميس لما طلب الدوات والقلم أغمي عليه وهم يقولون أن من أغمي عليه سقط عنه التكليف إذن النبي سقط عنه التكليف لما أغمي عليه ولهذا قالوا أن النبي بقي رأسه في حجر علي حتى فاتت علي صلاة العصر ودخل وقت المغرب فلما أفاق النبي أعاد الشمس رد الشمس لعلي فقضى صلاة العصر في وقتها لكن النبي لم يقضيها لأنه كان مغميا عليه وسقط عنه التكليف فلم يصليها مع علي صلها علي وحده طيب لما سقط عنه التكليف وهو مغمى عليه هل كان نبيا أم لا ولما كان دون سن البلوغ كما يقول الطوسي ولما كان سن البلوغ وليس مكلفا هل كان نبيا أم لا على كل نعود لتفسير الطوسي يقول نورا نهدي من نشاء من عبادنا يعني من المكلفين لأن من ليس بعاقل وإن كان عبد الله فلا يمكن هدايته لأنه غير مكلف الذي يريد أن يقوله الطوسي أن الذي دون سن التكليف فهو ليس بعاقل إذن النبي قبل البلوغ لم يكن عاقلا وأيضا معصوم الشيعة علي بن أبي طالب أسلم في السن السابعة فهو الدين دون سن التكليف فهو لم يكن عاقلا ولا يعرف ما الإيمان طيب يا طوسي ويا شبر هل تريدان أن تقول أن النبي وعلي بن أبي طالب كان كافرين والعياد بالله قبل سن التكليف من أمرنا ما كنت تدري العبارة الحساسة ما كنت تدري يقول قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان إذن هناك فترة يقول قبل نزول الوحي عليك ما كنت لا تعرف القرآن ولا تعرف الإيمان إذا ما يعرف الإيمان يعني ماذا يكون ولي عذب الله يكون كافر متى قبل الوحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر